أقول لك أو الصحاب أنا كنت عايزة أقبلك كده عشان عايزة أقول لك على كام حعور كده عايزة أعمل لكم عشان مدايقيني بصراحة كنت عايزة أحجي لك حمومي قريم أصلا أنا نازل و أعطي مش حعور كده فأخلصوا كده أقول لكم أنا للأسف مش كان جمت معلش مش كانت أقول لها فأني شاء الله نعجي لها يعني و جاء الله قريم جميع أرسم قريم جميعا ، ممكن لكيأس يوم أرسم عادة الحصاب قريم جميعا قريم جميعا قريم جميعا قريم جميعا قريم جميعا ماذا باتهو لك؟ قريم جميعا متأهلي من السائق جداً أنك لا تجد شقه تحكيله. ما تلاقيش حد اتعبر له عن انت عايز تكون ايه? ايه احلامك وازاي تحققها? حاسس بايه? ايه اللي مدايقك? ايه اللي مفرحك? متال الحاجات دي بتفرق كتير انك تحكي. انك تقول انك تعبر عن نفسك. ولكن مش بشرط ان الشخص اللي انت بتحكيله ده هتقبل الحاجات اللي انت بتحكيها ومش شرط تستريح وانت بتكلم معاه. بفتكر اول مرة جربت اعمل فيها توست في حياتي. عايز غير الكلية اللي دلست فيها حوالي خمس سنين. مش بحبها بس عايز اغيرها. عشان تبقى ملأمة يعني الكرير الجديد اللي انا فيه. وقتها كنت بكلم كل الناس. اي حد قبله قعد احكيله انا عايز ابقى ايه? ولكن الردود مكنتش كويسة اطلاقا. كله كان بيحاول يوجهني اللي هو شايفه من وجهة نظر. اللي هو ممكن ما يبقاش متوفق معايا اساسا. ممكن يبقى دي وجهة نظره حياته وفقا بشخصيته وهو عكس تمام. ممكن النهاية اللي هو شايفها لي من وجهة نظره تبقى بداية لي. بصراحة بعد ما زهقت من كل التجارب السيئة الفشلها ان انا احكي مشاكلي. قررت اني اكتب. لحد الوقت يفاكر كل الكلمة كتبتها. منهم اني مش اسمع كلام اي حد من الناس دي. وهبدأ في طريقي ده وهاخد الاكشن ده وهبقى من اكتر الناس النجحة في الكارير ده. بصراحة مش كل الحاجات اتحققت. بس انا فاكر وقتها ان انا كنت مبسوط. كنت مبسوط عشان كنت باكتب كنت حاسس ان في حد فهمني. كتبت كل الحاجات اللي انا كنت حاسس بيها وقتها. كنت غطبان وفي نفس الوقت كان عندي امل شديد جد. امل الناس بتل الناس دي كلها ان انتو كلكم ممكن تطلعوا وغلطت وان اطلع صح. بغض النظر عن مين اللي كسب في الحرب اللي مش متساوية تماما دي. بس فعلا الكتابة وقتها رياحيتني جدا. شكرا دوباي وان. اتخيال نوت انا بكتب شكر وامتنان لدوباي وان. يعني انا النوت بوك بتاعتي كتب فيها شكرا دوباي وان. كانت الفكرة ايه اقرار لكم. هل انا محب للظهور? هل انا خادم لفكرتي او محب لنفسي? هل اعايز احق اهدافي او وعايز ابقى مشهور. بفضل من الفترات انا كنتم دابع دوباي وان جدا. وكنت ملاحظ ان هم مش بيعرضوا الافلام الجماهيرية. يعني اللي هي جمهور كبيرة. كنت تتابع ان هم بيحطوا افلام فيها فن حقيقي. فيها تلوين مش ممكن. فيها قصة مش ممكن. ومتهايلي ان هم ما كانش امامهم ان هم برقم واحد على قد ما هم كانوا تحس ان هم انا حسس ان هم حبين اللي هم بيعملوه. وعملت اسقط للفكرة دي على نفسي بقى اللي هو هل انا عايز ابقى غني ولا عايز اقدم الحاجة بالقوالتي اللي انا عايزة تظهر بيه. فتخيل حاجة بسيطة زي كده بنت لنفسي او بنت لانا ما انا اكتفكير بمجرد ان انا كتبت الحاجات دي. فانا فاكر لحد النهاردة النوت دي وفاكر كتبتها في اجوائك بتعامل ازاي واني. فدي حاجة كده. ومن ساعتها ما اوقفتش كتابة درجة ان انا بقيت اكتب كل حاجة واي حاجة. مهما كانت بسيطة او مهما كانت مجعلة صيحة. من اقول اهدافي وطموحاتي للاتوبيس اللي انا ركبته وطلع زحمة كل حاجة بمر بيها كنت بكتبها. لان انا عرفت دقت طعم الحلاوة ان انت تحكي وما متلاقيش حد يحكم عليك. فعشان كده ايقونت ان الموضوع ده مهم جدا وما وطلتش كتابة من ساعتها. اشتركوا في القناة